أهلا أحبقنا المشاهدين حديث حلقتنا مع الدكتور القس نيكولا ياسمين عن موضوع الاسترس أحكيها في الإنجليزي أسهل موضوع الإجهاد والضغط تسميها ما تسميها وحكينا عن المسببات والعوارض لكل هذه الأمور التي تحدث معنا وشفنا أن هذا الشيء ليس لا كبير ولا صغير بالكل يعاني منها كبير صغير وزير مؤمن غير مؤمن مسلم مسيحي كل الناس تمر بشكل أو بآخر في هذا النوع من الاسترس وبما أن هذه الحلقة طبعا غرضنا تمجيد الرب يسوع المسيح وبدنا الناس تتشفى وتتحرر كمان فعاوز أسألك أخ نيكولا عن العلاج إيه هو العلاج للإجهاد؟ العلاج للإجهاد كما لأي مشكلة إذا تتحطهم بأربع خنات الاترابات النفسية سيكولوجيكال، إموشنال، عاطفية، برسنال، شخصية أو مينتل والسترس ممكن تكون متداخلي في كل هذه هناك أربع طرق هناك من ينصح مثل الديانات الشرقية بالمديتيشن ارتاح، تأمل، تفكير تجاوزي والتأمل أمر جيد من هذه الناحية اللي هي بمعنى الاستلقاء والسكينة الرب قالنا تأمله، الزنابق الحقل انظروا، شوف تعلم دروس لكن للأسف أنا بحذر أحبائنا أنه مرات تتيري مع اليوغا والمديتيشن تدخل أمور الأرواحية وكل واحد عم يدخل بالديانات الشرقية الأرواحية ويتواصل مع العالم الروحي المظلم وهو لا ينتبه، أما أنه الإنسان يستلقي أنه يتأمل اللي يقعد على شط نهر أو بحر أو شجرة ويأخذ وقته بالتمشي هذا أمر في غاية الأهمية وهناك العلاج أيضاً النفسي البعض منه خدع لا تؤدي إلى نتيجة للأسف هناك كثير من التزييف بهذا المجال ولكن في مثلاً العلاج الإدراكي ما يسمى بالعلاج الإدراكي كوغنيتف بيهيفيرو ثيرابي الإدراكي العملي بمعنى أنك أنت تنظر الأمور وتسميها طرق صحيحة ومختلفة بل ما تقول أنا الأولاد عم بطيرولي عقلاتي تدرب نفسك تقول الأولاد أولاد والجهل مرتبط بقلبهم والأولاد بركة في حياتي نفس الأولاد ونفس الحالة لو نظرت لها بطريقة مختلفة تغير وشيء من هذا القبيل لكن أمر أيضاً كبير جداً ومنه به السطحية وهناك أيضاً العلاجين اللي بدي ركز عليهم اليوم العلاج العملي والعلاج الروحي أو المسيحي أظن أنه رح نحاول نصرف ما تبقى لألنا وقت في هذين المجالين ونقول العلاج العملي مسببات لسترس تسمى سترسورز أي مجهدات أسباب التوتر هو موترات أسباب الضغط وضغطات تماماً فإن لم تحاول أن تشيل الضغطات لم تتخلص من الضغط يعني قال متى عرف السبب بطل العجب وكما تكلمنا في حلقة سابقة الإنسان جسد ونفس وروح اكسر مثل طاولة وقفة على ثلاث أرجل اكسر أي واحدة ستقع الطاولة باتجاهها لكن ستقع الرجلين الثانيتين لازم تقول هل ما يجهدني أمر روحي أي هناك خطية هناك عدم طاعة عدم شركة مع الله عصيان يجب أن أعالجوا وبعدين الأمور الأخرى تتصلح لنقول أنه وقعت الروح وأصلحتها ستقف الرجلين الثانيتين هل المشكلة جسدية أنا مرهق أنا تعبان أنا أركض وشاغل نفسي بأمور كثيرة بروح على الشغل وبدأي روح على الجيم على النادي الرياضة هل من خطأ؟ لا ليس هنا خطأ لازم أسهر مع رفاقي هل من خطأ أنه أسهر مع رفاقي لا ولازم أعمل فاكيشن من خطأ بس حطهم مع بعض أصبحوا خطأ لأنه غير ضروريين فيجب أن أنزع فتيل الانفجار لو عندك مدفع أو عندك برودة أو عندك قنبلة ونزعت الفتيلة شلت الرصاصة منها خلص ما بقى مخيف ما في انفجار فنحن للأسف نعاني من الاسترس ونحاول أن نتخلص من الاسترس وليس من مسبباتي وهذا مستحيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر